الأطفال زينا الأطفال زينا بالزبط بس على موديل صغير فمن حقهم رفض نوع أو أكتر من الأطعمة دون إبداء الأسباب هتقولوا لي الله طب بس الأطعمة دي ممكن تبقى مهمة أقول لكم تمام ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي مهمة ليه؟ لاحتواءها على عناصر مهمة للجسم فيها كالسيوم فيها حديد فيها فيتامين ألف فيها فيتامين به خمسة به ستة به اتنا فيها فيها زينك فيها أي حاجة فيها فيتامين سي خلاص عمر ما ربنا سبحانه وتعالى عمر ما ربنا سبحانه وتعالى اختص مادة غزائية بنوع معين من الفوائد الطبية وما كانش ده أمر متكرر في أنواع أخرى من الأطعمة خلوا لكم دي نقطة شديدة الأهمية يعني لو قلنا مثلا إيه الطفل ما بيكلش سبانخ مثلا أو حتى لو حدك به ما بيكلش سبانخ هي سبانخ مهمة ليه؟ مهمة لسبب إيه؟ مهمة عشان فيها حديد ومهمة علشان فيها كالسيوم عشان هي خضار ورقه أخضر طيب تعالوا بقى مش أنا اللي هقول لكم وإنتوا اللي هتقولوا الحديد موجود في إيه تاني؟ هتلاقوا نفسكم ممكن تعودوا كده تعدوا عشر اتناشر خمستاشر حاجة غزائية فيها حديد ممكن تعدوا نفس العدد في الحاجات اللي فيها الكالسيوم فهمتوا قصدي؟ يعني الحديد مثلا على سبيل المثال بقى المثال اللي احنا قلناه موجود في اللحوم الحمر موجود في البنجر موجود في الطمر في العسل لسود خلاص؟ كل دي حاجات فيها حديد فهمين قصدي؟ حاجات كتيرة جدا فيها حديد خلاص؟ الكالسيوم كذلك البيض الأسماك الألبان مشتقات الألبان السمسم الأوراق الخضراء أو الخضروات ذات الأوراق الخضراء كل دي حاجات فيها كالسيوم فهمتوا قصدي؟ يبقى لما طفل يرفض نوع من الأكل دي مش ناية الدنيا ولا احنا لازم نرغمه عليه ولا نقول لأ غزبا عنه وياكله عشان ده مهم ده مفيد لا مفيش حاجة ملهاش بديل بس دي هنا بقى بدائل طيبة مش بدائل اللي هي الأدوية لما نروح للصيدلية فنقول عايزيت ده وده فيقولك ده مش موجود فيه بديل ولو إن ده حاجة مشروعة ولكن هنا بقى البدائل في المواد الغذائية يبقى تاني سبب تخلي الأطفال ترفض الطعام ترفض نوع أو أكتر مش مشكلة إنما ترفضش الأنواع كلها